تعالي ناخد مباراة مباراة بما أننا ذكرنا فرنسا فنبدأ بفرنسا ومنتخب فرنسا وبولندا النهاردة نتيجة متوقعة يعني كمتوقعة فوز فرنسا بس فرنسا كمان عملت مباراة حلوة قوي على مستوى الأداء وعلى مستوى الأداء الفردي كمان لمعظم اللعبين فرنسا فيها كل مقاومات الفريق الكبير والفريق اللي يتقال عليه مرصح لبطول نمسك خط تفاعه وخط تفاعه عندهم أظهرة كويسة جدا حتى لو كوندي مش ظهير أيمن بشكل كبير أوي عندهم اتنين مساكين بيجمعهم ما بين الخبرة والشباب يعني عندهم ظهير أيصر مفتاح لعب من أهم مفاتيح اللعب يعني مشهم واحدة واحدة تتكلم على كوندي وكمان اللي بديل بتاعه بفار بالزبط عندك ضغط فران وعندك أوبا ميكانو وعندك على الشمان تيو هرناندز اللي هو واحد من أفضل عبرة الدوري الإيطالي على مدار السنتين اللي فائد وهو أصلا نازل بديل للوكاس هرناندز اللي كان متقلق جدا مع باهم ينخو مع المنتخب الفرنسي وراهم حارس خبرة هو لوريس نص الملعب بقى ده حكاية الواحدة رابيو مع تشواميني عاملين مغطيين كل الضغط الهجومي بتاع المنتخب الفرنسي وطلوع الأظهرة والجناحات وجيرو مغطيين المساحة دي بشكل كبير جدا من المنتخبات اللي بتندفع هجومية وبتقدم كرة حلوة جدا وفي نفس الوقت دفاعيا في التحولات قدام أي فرقة بتلعبها يعني الموضوع مش سهل جدا بالنسبة لهم لأن هم عندهم ويرك رييت عالي جدا وفي نفس الوقت كمان ليهم إسامات هجومية وخصوصا الرابيو الجندي المجهول بقى في المنظومة دي كلها هو أنتوان جريزمن أنتوان جريزمن صاحب الأربع أهداف واحد من هدفين فرنسا في كاس العالم 2018 اللي فازوا بيها الراجل ده ما أحرز ولا هدف في النسخة دي ليه؟ لأن ليه أدوار بتجمع ما بين اللعيب رقم عشرة ما بين المهاجم التاني جنب جيرو ما بين اللعيب رقم تمانية اللي بيضم مع ربيوتش وميني لو عندنا الخريطة الحرارية يعني كنت بصيت عليها كده الخريطة الحرارية بتاعت أنتوان جريزمن مش طبيعية أيها معانا مش طبيعية يا كريم مغطي كل سنتي في الملعب في المناطق الدفاعية والمناطق الهجومية وهو كان السبب في الهدف التاني اللي منتخب فرنسا حاجة مش طبيعية يا كريم يعني المناطق السفرة دي كلها مناطق كان فيها أنتوان جريزمن غير كمان أدواره بقى في حتة الكوار السابتة وأن أنتوان جريزمان مفاجئني خصوصاً كمان أنه قبل كاس العالم كان مستوى مع قتلتكو مادريد مش مستوى كبير يعني وهي الفكرة كمان بتاعت عدد الدقائي المفروض يلعبها مع قتلتكو مادريد عشان ما يفعلوش بند مع برشلونا في دفع مبالغ أكتر فأنتوان جريزمان هو جندي مجهول هو بيقلب الخطة بيه من 4-2-3-1 إلى 4-3-3 وبنشوفه كمان قدام خط الدفاع بيلعب كمان كأنه لعيب رقم 6 فهو مبهر عندهم جناحين عندهم دريبلينج عندهم تسديد طبعاً فأبي يعني عشان نتكلم عنه عندهم كمان مهاجم فاي جداً بيخلص من نص فرصة طبعاً هو أضع فرصة يعني في الشغط الأولين كانت غريبة شوية بس هو عوضها بهدف ما يعتبرش بسهولة كبيرة قوي هو منتخب متكامل بشكل كبير هيسبب مشاكل طبعاً منتخب الإنجليزي في مباراتهم القادمة دي بدأ المبارات بشكل كويس جداً بس هو كان فيه يعني كده إيه عدم تركيز شوية منهم وعدم تقدير يعني الحجم موهبة هم فاي بشكل كبير عملوا أداء كويس في الشغط الأوليني وكانوا بيوصلوا نسبياً شوية لكن منتخب الفرنسي منتخب قوي جداً جداً يا كريم موضوع قدامه لازم يبقى صعب ولازم يبقى كل حالة الحداشر العيب اللي بيلعبوهم يبقوا في حالتهم دفاعياً قبل هجومية